الحمد لله ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام عشر ذي الحجة والأعمال الصالحة كثيرة جدا والحمد لله شرع الله لنا من الأعمال ما نزداد به إيمانا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وجنات ونعيم مقيم فتعالوا بنا نستعرض الآن طائفة من الأعمال الصالحة أنا أسردها وأنتم تحفظون وتسجلون فمنها الصلاة الفريضة والصيام النافلة وعرفة والصدقة والتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله الكنز والترديد مع المؤذن والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن وتدبره وحفظه ومدارسته وقراءة تفسيره وتعليمه وخصوصا الفاتحة للصغار والتوبة وبر الوالدين وصلة الرحم وصلة أصدقاء الأبوين وإكرام الضيف وتشيع الضيف يعني إذا خرج لينصرف تخرج معه وحسن الجوار وإفشاء السلام وإطعام الطعام وحسن الكلام وقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وأذكار الصباح والمساء وأذكار الأحوال المختلفة دخول المسجد والخروج ودخول البيت وعند النوم كثيرة النوم على طهارة وغسل الجمعة تروا بالمناسبة بعضهم تداول رسالة قال الجمعة هذه الماضية يعني هي الجمعة الوحيدة في هذه العشرة هذا خطأ في جمعة عظيمة يوم عشرة هذا القادم لأن العيد سيكون هذه السنة جمعة فصلاة الجمعة يوم عشرة أعظم من صلاة الجمعة الماضية لماذا؟ لأن أفضل الأيام عند الله اليوم العاشر فأعمال اليوم العاشر أفضل من غيره لأنه أفضل الأيام العام فصلاة الجمعة يوم عشرة هذا القادم أفضل من الجمعة الماضية من جهة إيش؟ اليوم أما من جهة الوجوب الجمعة الماضية واجبة والجمعة القادمة مستحبة لمن حضر صلاة العيد الشاهد لا يزال فيها فضل عظيم الجمعة القادمة لأنها في أعظم أيام العام والتطيب للجمعة والتبكير والدنوم للإمام وسد الفرجة كل أعمال صالحة هذه حتى لو خطوة خطوة تسد فرجة في الصف وإتمام الصف من طرفه الأول فالأول والتبسم والتفكر في آيات الله الكونية الشمس والقمر والنجوم واحتمال الأذى من المسلمين والصبر عليهم ومعاملتهم بالحسنة والرفق والتأني وطلاقة الوجه وكضم الغيظ ورد الغضب وإنجاز الوعد وصلاة التوبة وركعتان وضوء والنصيحة وتعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم وغض البصر وزيارة الإخوان في الله وحضور الجنائز وتعزية المصاب وعياذة المرضى وإجابة الدعوة دعوة أخيك ومواساة المحزون حتى تنفرج أساريره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإتيان حلق العلم في المساجد والترديد خلف المؤذن وإكرام العلماء والرد على الشبهات ونشر السنن والهدية والمصافحة لله وتوقير الكبير وقضاء الدين عن المدين وإقراض المحتاج وإنظار المعسر وإسقاط الدين أو التخفيف والسعي في سداد ديون الغارمين وسداد فواتير المحتاجين والشفاعة الحسنة وإقالة النادم يعني في عقد بيع أو عقد إيجارة أن ينسحب منه فتسمح له مع أن العقد لزمه وإماطة الأذى والتسامح في البيع والشراء والستر على المسلمين وكفالة اليتين والسعي على الأرملة وقضاء حاجات الأرملة والمعاملات وبناء المساجد والدلالة على الخير وطباعة الكتب ونشر العلم في الشبكات والوعظ وسماع المواعظ وإهداء الفقير إهداء الفقير شاتاً ليضحي بها والزواج من الأعمار الصالحة العظيمة والإعانة على الزواج وتزويج الفقير والإصلاح بين المتخاصمين ومصاحبة الأخيار والوقف أن توقف لله والحج المبرور والحب في الله والعفو وأن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق أو التدريب المجاني وتعليم صنعة كالبرمجة وإدخال السرور وإطعام الطعام ومسح رأس اليتين والمحافظة على الوضوء كل من انتقض الوضوء تتوضى وإعالة البنات والأخوات والنفق على الزوجة والأولاد وإجابة المرأة دعوة زوجها للفراش وطاعتها له وخدمة بيتها وتنظيف المساجد وسقي الماء بجميع أنواع سقايات الماء حفر بئر إجراء النهر وضع براد وشكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له إذا صنع لك معروفاً فجزاك الله خيراً هذا عمل خير عظيم والبكاء من خشية الله وسؤال الله الشهادة والاجتماع على الطعام ولبس البياض وصبغ الشيب وغرس الزرع بنية حسنة وقضاء حوائج المسلمين والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات وإعفاف الزوجة والاحتساب في الرقية ترقي مجاناً رقية رقية وتعوذ أولادك وتغسيل الموتى وتكفينهم احتساباً وقتل الأوزاغ وتعجيل الفطر في الصيام وتأخير السحور وتهنئة المسلم على النعمة تحصل له وكتابة وصيتك بحق وكسوة المسلم والتنعل باليمين والخلع بالشمال والشرب قاعداً وتلقين المحتضر لا إله إلا الله والبدء ببسم الله في الأمور والحرص على السواك ورد القرض بأحسن وصلاة الاستخارة وسجود الشكر والعدول عن اليمين والقسم للمصلحة الشرعية مع إخراج الكفارة ومعاونة الأهل في المنزل والمشي إلى المساجد والصلاة إلى سترة وتحسين الصوت في القرآن والاستئذان قبل الدخول ورد التثاؤب وتسمين الأضاحي والجلوس بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس وإرسال هدي إلى مكة لغير الحاج هذه من السنن المنسية يعني إرسال هدي إلى مكة لغير الحاج يرسل إلى مكة هدي يذبح هناك وأمر الأهل والأولاد بالصلاة وصلاة ركعتين عند دخول المنزل وقبل الخروج منه ومسح الوجه باليد عند القيام من النوم لصلاة الليل وتلاوة أواخر سورة آل عمران وإسباغ الوضوء وتشمية العاطس وإرشاد المستدل على الحاجة وقول سبحان الملك القدوس ثلاثا بعد ركعة الوتر والنوم على الطهارة ومؤانسة المستوحش وإيواء الغريب وتبخير المساجد وتطيبها وخلافة الحاج في أهله بخير وكذلك أهالي السجناء ونحوهم توزيع المصاحف في المساجد نشر العلم في التطبيقات والمواقع والقنوات والإذاعات وسائر الوسائل إقامة الدروس والمحاضرات والدورات العلمية صلاة العيد إعارة الثياب والحلي والآنية والأجهزة وكل ما ينفع إقامة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخيرية التكفل بنفقة الحجاج أو حاج حج على نفقتك تفريغ طلبة العلم والقيام بنفقاتهم إعداد الكتب والبرامج لأطفال المسلمين النافع لهم نقل العلم بأمانة نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها الدفاع عن أعراض المسلمين سماع القرآن الجوائز والتشجيع في العلم والخير ملاطفة الصبيان التذكير بمناسبات الخير حفظ الأمانات وأدائها معالجة المرضى لمن يحسن ذلك احتسابا والإحسان إلى البهائم والطيور فهذه طائفة من الأعمال الخيرية الصالحة لعلنا نقوم ببعضها في هذه العشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته